هو النهاردة لما السندوق بيقول لي يلا تجزب استثمارات من بره هو انا هجيب استثمارات من بره من غير ما يكون عندي مطارات من غير ما يكون عندي مواني من غير ما يكون عندي طرق من غير ما يكون عندي مناطق سكنية ومناطق صناعية ويكون عندي مناطق زراعية ويكون عندي ويكون عندي يا جماعة هي ادارة الدول مش قراءة الكتاب مش قاعد انت في الجامعة ولا قاعد في مكتبك في صحفتك ولا قاعد في برنامجك عمال بس انت شايف زاوية واحدة اما تبص من فوق وبعدين انت لست حريصا على النجاح حرص المسؤول على النجاح ولست حريصا على البلد حرص المسؤولين على البلد يعني انا مش بخول حد بس بقول خلينا ادي نفس لبعض خلينا الازمة الموجودة دي ليست ازمة مصرية تاني بقول الكلام اللي قلته من سنة فاتت من يحاول تمصير الازمة الاقتصادية فهذا اجرام في حق الدولة المصرية تاني بقول والله مجردا محاولة تمصير الازمة الاقتصادية ان هي جعلها مصرية وكأن مصر خلقة دون كل الدول وكأن الازمة في مصر بس بقول الازمة اللي انتو بتشعروا بيها وكلنا بنشعر بيها كل الناس بنشعر بالازمة ليست ازمة مصرية وانما ازمة بتطول الغني والفقير في دول العالم الدول الكبيرة والصغيرة كله بيتأثر بهذه الازمة فمن يحاول تمصير الازمة فهو قد اجرم في حقها دي الدولة بشكل واضع جدا لان فيه ناس تقولك يا عم الازمة دي نتيجة انه فيه ادارة فشلة للمنظومة الاقتصادية فيه ادارة فشلة للمنظومة النقدية ادارة فشلة للمنظومة المالية ده الدولة غلطت فيه طريق انها بتعمل كذا الدولة غلطت فيه شقة خناة سويس الدولة غلطت فيه انها تعمل كذا براحتك قول ده رأيك ربما يكون عندك وجهة نظر وجيهة لكن الناس اللي بتشتغل اللي هم تعبنين بالمناسبة وبشتوكوا دلوقتي ماذا لو كلهم كانوا عاديين في البيت تبكونا نعمل ايه وبعدين تبتقول القطاع الخاص هيجي القطاع الخاص يخش هو القطاع الخاص كان هيقدر يعمل مشروع من المشروعات الضخمة اللي احنا عملناها في الوقت اللي احنا عملناها قطاع الخاص قبل بيحط رجله لازم يحقق المكاسب الدولة بتعمل مشروعات ممكن الربح والمكسى بيتأخر القطاع الخاص مش هتحمل فالدولة كانت لازم يخش في هذا التوقيت فكرة محاولة اقصاء الدولة عن النشاط الاقتصادي كانت فكرة بيروضها البعض وبيروجها البعض والنهاردة البنك الدولي والسندوق الدولي بيقول انه على مصر ان هي تزيل بصمة الدولة من على القطاع الاقتصادي وصيب القطاع الخاص اللي احنا بالمناسبة وثيقة ميكية الدولة قلناها من حوالي شهور ان احنا عايزين نخل القطاع الخاص يدور خمسة وستين في المية من النشاط الاقتصادي والدولة تتخرج ونبيع شوية مشروعات اللي بعض الناس بيقول لك ايه بتبيعوا البلد طب نعمل ايه احنا فاتحين البلد للقطاع الخاص يشتغل الاسمارات الساخنة اللي كانت موجودة بمصر عشرين مليار ولا تلاتين مليار مشوا في اسبوعين ليه يا جماعة واحد يقول لك ايه الحق ده الاسمارات كلها هربت من مصر في اسبوعين يا راجل مشي عشرين مليار دولار ده بيني وبينك ما تقولش حد الحم الدينة كلها عارفة وموجود هو مشت من مصر بس مشت من مصر ومن كل الدول بحسن عن سعر فايدة الدولار اللي زاد في امريكا الاول مرة الاسمارات الساخنة ليه بتجرب تدور عايز يكسب بسرعة يكسب من هنا ويكسب من هنا عندك انت مديله زون خزانة ومديله سندات ومديله ومديله بتغريه كنت انت مغر بالنسباله سوق ناشئ رائع جدا لما امريكا زونت سعر الفايدة ثلاثة اربع مرات بقى اكتر اغراءا منك ايه روح عليه مش من عندك بس من كل الاسواق الناشئة كل ما جرى عندك جرى في كل الاسواق الناشئة انت بس في عشان عندنا مجموعة من المرتزقة اللي بيرتزقوا من هذا كلام وان المعارضة حرفة وانه غيره هم بس بيتكلموا انه لا الخلقة مصر المشكلة في مصر الازمة في مصر الفشل في مصر الافلاس في مصر النيلة في مصر هو ما عندوش غير مصر